السلام عليكم موقعين يحتاجهم كل متعلمين لغة الإنجليزية جرب هالموقعين وانت تذاكر اختبار مادة الإنجليزي مع الوقت رح تجد مستواك يتطور تلقائيا خصوصا بالنطق يلا نبدأ الآن بالتعرف على الموقعين هنا الموقع الأول نفتح جوجل سواء بالكمبيوتر أو بالجوال نكتب Oxford Dictionary ثم تفتحنا الصفحة هذه نضغط على الصفحة الأولى هنا الموقع أو مجزة الموقع أنه يعطيك النطق الصحيح ما هو مثل القوميس الثانية يعطيك النطق الآدمي ما هو النطق الآلي مثلا صدفتني كلمة مثلا Apricot نكتب مثلا كلمة هذه و أنت أكد من نطقها و أنت عرف عليها أيضا و أنني ما عرف معناها أيضا هذه الكلمة هنا النطق نسمع النطق الآخر Apricot 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 هذا النطق البريطاني نطق الآخر Apricot Apricot النطق الأمريكي الشاعي هنا نطق الأمريكي بمناطق ثانية و هنا أيضا يعطيك صورة لها فلو ضغطنا هنا و بحثنا عن Apricot لاحظها وهي المشمش أيضا نجرب مثلا كلمة Octopus لاحظ ميزة الموقع مثل ما ذكرت أنه يعطيك الكلمة باللهجة البريطانية Octopus Octopus و بيعطيك إياها باللهجة الأمريكية Octopus وهنا صورة لها نوضع كلمة ثالثة مثلا Dentist نسمع النطق لاحظ النطق ما هو آلي النطق آدم Dentist النطق بريطاني و النطق Dentist أمريكي إذا كان ما في صورة يعطيك تعريف لها A person whose job is to take care of people's teeth نقول أنه شخص وظيفة شخص أنه يعتني بأسنان الناس الموقع الثاني موقع يوقلش نكتب صفحة جوجل يوقلش و نختار الصفحة الأولى هنا فكرة هذا الموقع أنك تسمع النطق من السكان الأصليين لأمريكا أو بريطانيا يعني تسمع النطق من المتحدث الأصلي مثلا نكتب Octopus نضغب عليها وتسمع تعيد من هنا وتقدر أيضا إذا كانت الكلمة سريعة تنقص سرعة الصوت مثلا سرعة كلامه من هنا فيكون أبطأ شوي The village is this remarkable octopus فضلا إذا استفتت اضغط زر اللايك ولا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات والله يوفقكم بالاختبارات و نلقاكم على خير ترجمة نانسي قنقصة